قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعديد من المبادرات والجهود لتوظيف الباحثين عن عمل والمدرجين ضمن مشروع قائمة 1912 وأسفرت تلك الجهود عن توظيف 1329 باحث عن عمل في القطاعين العام والخاص أيما نسبته 70% من العدد الإجمالي وأشارت الوزارة إلى استبعاد 461 من القائمة في فترات متفاوتة ممن انتهت اتفاقيات تدريبهم ورفضوا فرص العمل المعروضة عليهم في القطاع الخاص أو الذين أصبحوا أصحاب عمل بحسب بيانات الجهات الحكومية الرسمية أما العدد المتبقي حاليا من القائمة وهو 122 متدربا قامت الوزارة بمتابعتهم وعرضت عليهم الفرص البديلة إذ لم يمانع 34 متدربا من العمل في القطاع الخاص فيما أبدى الباقي رغبتهم في العمل في القطاع الحكومي كما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنها ستعمل على توفير فرص العمل الملائمة في منشآت القطاع الخاص وعرضها عليهم ومتابعة ترشيحهم وتوظيفهم